أفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بتجدد قصف مدفعية الاحتلال الإسرائيلي في محيط مستشفى الأمل التابع لها في خان يونس جنوب قطاع غزة بالإضافة إلى استمرار الإطلاق النار من طائرات الاحتلال المسيرة كما نشدت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني المجتمع الدولية والشركاء في الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر التدخل الفوري والعاجل لحماية مستشفى الأمل ومبنى الجمعية وحماية من فيهما من تواقم طبية وجرحة ومرضى وحوالي 14 ألف نازح يحتمون بهما ووفقا للقانون الدولي الإنساني واتفاقية جينيف الرابعة